بسم الله الرحمن الرحيم يا سين هو القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى اللذقان فهم مقبحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأدل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاه المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزر الرحمن من شيء إن أنتم من لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا دطيرنا بكم لإن لم تندهوا لنرجمنكم لنرجمنكم وليمس أنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه يا لهتا إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفه ولا لهم مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جناتهم من نقيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرهم ما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض ومن نفسهم ومما لا يعلمون وآية اللوم الليل نسلق منه النار فإذا هم مطلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لا أن تدعيك القمر ولا الليل سابق النار وكلوا في فلك يسبحون وآية لهم أننا حمل ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شح نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ولال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة واحدة تأخلهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعظ الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محورون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجلة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم الذي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على فاهيم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسمون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستمغوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاروا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علبناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أن أقلقنا لهم مما عملت أيدينا نعابا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها عكوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محورون فلا يحسنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن أقلقناه من لطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخوة نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات واللغوة بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا من يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجم لك في مراتي شكرا